اشتركوا في القناة من الخيوط اليوم ان شاء الله رح نكفي بترون البرنوتي وصلنا عند توصيل الارجل رح نعمل اليوم توصيل الارجل بالجسم عملنا رجل اليمين والرجل اليسار هاي رجل اليمين وهاي رجل يسار الرجل يسار قطعنا الخيط والرجل اليمين تركنا الخيط نحن بنى المارك يكون من ورا لهيك نحن نترك الخيط بالرجل اليمين حين الماركر متل ما نكون شايفين انا هون شلتوا بس هون ما كانوا هلا نحن بنى نمشي لحتى نوصل لمكان معين نعمل فيه توصيل الارجل تمام هلا رح نحط الرجلين مستوى واحد هيك وبدنا نفك الغراز او نزيد غراز لنوصل لمكان الغراز يكونوا فيه متقابلين نهاية الغراز يعني مثلا هي فكت ثلاثة اربعة وهي الخامسة فكت تقريب خمسة غراز هيا من الرجل اليسار فيني انا ارفع الخيط هلا بسطه شوي الرجل اليمين انا بدي زيد الرجل اليمين بدي زيد لحتى بسطل لملتقى الرجل اليسار قدش رح زيد واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة والتسعة هون يعني هين انا رح زيد هلا على الرجل اليمين الرجل اليسار منقص مننا والرجل اليمين نزيده تقريب دسعة غراز هيك انا طلعت معي انتم حسب كيف تطلع معكم اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة لاحظوا صارت معي منتصف الرجل هلأ رح شوفها انا هي مع الرجل التانية هلأ هلأ رحنا رح نوصل للارجل ونعتبر الدور رقم واحد هو توصيل الارجل رح نوصل الارجل بثلاث غراز نستغل ثلاث سلاسل يعني نستغل ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة هاي ثلاث سلاسل رح نوصل هلأ الرجل اليمين بالرجل اليسار وين منوصل انا بحب اوصل باخر غرزة كرمال تنخف لانو لو تركناها مثلا مكانها رح يبين فرق السطر رح اوصل بغرزة حشو باخر غرزة طبعا هادا الخيط هلأ رح اسحبو معي كم غرزة تمام هلأ نحن اشتغلنا على الرجل كان عنا تسطعش غرزة رح كفيونا انا تسطعش غرزة بعد واحد وبكفي للاخر بعد لوصل لعند السلاسل من الامام رح اشتغل تسطعش غرزة هاي تسطعش غرزة هلأ عنا ثلاث سلاسل رح نشتغل اول طرف من السلاسل ثلاثة حشو يعني كل سلسلة رح نعمل عليها حشو هاي اول سلسلة بناخد طرف واحد منها هو الطرف اللي بيكون لجهتنا نحن هاي الثانية وهي الثالث هاي ثلاث سلاسل هلأ نحن رح ننتقل لرجل الثانية وكمان رح نشتغل تسطعش حشو واحد نعمل هاي ثلاث سلاسل من ورا نحن رح نعملون تزايد حشو تزايد اول سلسلة رح تكون تزايد طبعا الطرف الباقي مننا وتاني سلسلة حشو وتالت سلسلة رح تكون تزايد هيك نحن نكون خلصنا الدور وصعر معنا ستة واربعين غرزة طبعا هون الماركر منشيله وبيصير الماركر هون محل ما نحن خلصنا هلا هون انا صعر عندي الماركر هلا عندنا الدور رقم 2 3 4 5 6 7 8 يعني سبع ادوار رح يكونوا معنا سببتين على ستة واربعين غرزة رح خلصنا انا ورا الكاميرا وارجع لكم سبع ادوار سبات على ستة واربعين غرزة هيك انا خلصت ادوار السبات هلا عندي الدور رقم تسعة رح نعمل فيه تزايدات طبعا هاي التزايدات اللي بدي اعملها انا هلا بعملها عن نظر يعني رح تكون على اطراف الارجل يعني هين اربع تزايدات رح نعمل تزايد على الرجل اليسار من ورا على رجل اليسار من ادام على رجل اليمين من ادام وعلى رجل اليمين من ورا هيك يعني رح يكونوا مسلا رح امشي انا كام غرزة وقامل تزايد فينا نعد وفينا ما نعدي يعني نعمل حمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة تناقص ممكن انا قلت تزايدات هيني تناقصات عفوا برجع بعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة تناقص رح اشتغل للطرف للبزل الثانية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اثمانية بسعة عشرة احداش اثناش ثلاثة اربعة تناقص واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة تناقص لنهاية الدور يبقى يبقى عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تماني هذا الدور بينتهي معي باثنين واربعين غرزة هلا ان الدور رقم عشر رح يكون دور ثابت على اثنين واربعين حشو رح اشتغلو دور ثابت على اثنين واربعين حشو هلا دور رقم 11 كمان رح يكون دور تناقص عن الجوانب بس رح يكون معنا تناقصين في كون تعدوا في كون ما تعدوا مهم التناقص رح يكون من هيدا الطرف من هيدا الطرف والتناقص ثاني من هيدا الطرف اذا بتكون ياها العدي رح نشتغل تماني حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تماني تناقص تناقص اتناقص رح نعمل تستاش حشو واحد اتناقص ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تماني تسانية عشرة حداش شتنااش تلتاش اربطاش خمستاش ستاش سبتاش مينتاش تستاش تناقص لنهاية الدور بضع لعندي تسعة حشو واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية عفوا الحداش تسعة عشرة حداش حداش حشو لنهاية الدور وهيك الدور عندي بي خلاص باربعين حشو هلأ معنا من الدور رقم اطناش للدور رقم ستة وعشرين ادوار سبعة يعني رح نشتغل خمسة عشر دور سبات ورا بعض رح اشتغلون انا ورا الكاميرا ورجع لكم خمسة عشر دور سبات على اربعين حشو هيخلصنا ادوار سبات خمسة عشر دور من الدور رقم اطناش للدور رقم ستة وعشرين هلأ نحنا رح نوصل للايدين كمان فيكن توصلوهن عن نظر بس نحنا رح نطوي الجسم من فوق طبعا انا حشيت بس تركت جزء مشان انا عارف اوصل منطول جسم من فوق ونحدد الثلاث غراز لعجنب اليمين والثلاث غراز لعجنب اليسار هي جهة اليمين وهي جهة اليسار انا هون حددت الغراز طبعا هلا انا رح امشي على كيف حددت انا الغراز ممكن انتو يطلعوا ازواد ممكن يطلعوا ونقص وملاحظة بسيطة من شال اليدين انا زودت عليهم لانه نحنا كان عنا بس للدور 24 طبعا كانوا ادوار سبات اخر شي للدور 24 فيكن تزودوان 6 ادوار لسه حتى بصيروا للدور رقم 30 واذا حابين تحشوا اليدين فين نحشيهم كتير كتير شي خفيف يعني لازم نحشي هاي المنطقة اللي تحت اول شي بعدين منحشي فوق بس شي كتير خفيف هاي انا حشيت تحت مضبوط طبعا فيكن تحطوا سلك وفيكن ما تحطوا سلك انا بحب طريقة السلك لليدين والرقبة بيكونوا مثل الدعامر اللعبة ابدا ما بتتحرك هيك انا خلصت حلا بدنا نحدد اليد اليمين واليد اليسار هاي الاصبع هون رح تكون هاي 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 طبعا هلا هاي هاي رح نبلش ونحط انتبهو انا محيطة من جوه طبعا وهاي الاصبع مبين هلا انا رح اشتغل لوصل عندي ثلاث سلاسل فيكن انتو تحددوها طريقتكم وفيكن تشوفو هاي الطريقة تشتغلوها رح اشتغل اول شي تسعة حشو واحد اشتغلوها رح رح ناخد هاي وجه الاصلة على العدل رح ناخد بالبداية هاي بعدين غرزة النهاية بعدين الغرزة اللي بعدها بس نحنا مناخدهم من جوه يعني رح تكون هون هاي اول غرزة والثاني هاي الغرزة والثالت هاي الغرزة هاي انا اول شي بكون تكون السنارة مع الجسم رح ادخل بعدين بالغرزة الاولى اللي بدي اياها مع غرزة الجسم هاي طبعا بشد انا خيتي شوي حتى الغرزة ما تكون كتير مفتوحة هاي اول غرزة بناخدها بغرزة حشو الغرزة الثانية هاي رح ندخل الغرزة الثانية تعيد اليد والغرزة الثانية تعيد الجسم ورح نطلع بغرزة حشو طبعا هذا الخط بنانتب حين شده معنا ونحنا عم نشتغل الغرزة الثالتة تعيد اليد والغرزة الثالتة تعيد الجسم ونطلع بغرزة هاي الخيط رح اتركو انا تحت الشغل كم غرزة هلا خلصنا رح نشتغل هلا على الجسم من الامان بشتغل تقريبا بشتغل تقريبا 16 حشو نحن رح نشوف 16 حشو واحد اثنين الثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 هيوصلنا عند ال 16 حجو هلا احنا رح نعلق الايد التانية بتلات غرز ممكن تحسوه يمكن قريبة عن هاي فينا نرجع رح اعملوه 17 حتى يكونوا بسباط بعض هاي 17 انتو عملوها عالتقدير ورح ناخد غرزي من الايد مع غرزي من الجسم غرزي من الايد مع غرزي من الجسم هاي ثلاث غرز لنهاية الدور بيضل عندي سبعة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهي سبعة حشو هاد الدور متل ما انا بيخلص على اربعين حشو هاي الايدين هاي بعد ما ركبنا الايدين هلا بدنا الدور البعده حتى نضم الايدين اه والجسم نعمل اه تمام هلا عنا الدور رقم 28 رح يكون عندي تسعة حشو تسعة حشو تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة وهي تسعة هاي تسعة حشو وضح لكم الكاميرا شوي تمام هلا على اليد هلا بدنا نشتغل على اليد اليسار رح نعمل تسعة حشو لانه نحنا كان عنا 12 حشو وصلنا بتلاتة وضل عندي تسعة حشو تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانه هاي تسعة حشو الجسمة من الامام رح ينو نعملو 17 حشو تلاتة 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 9 حشو عاليد اليمين 2 4 5 9 حشو عاليد اليمين بيظل عندي 7 حشو لنهاية الدور 1 2 5 6 5 5 5 6 9 9 1 2 2 3 4 5 6 6 7 حشو 7 حشو تناقص رح نعمل هلا 9 حشو عاليد 1 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 5 5 5 5 6 7 5 8 9 9 11 11 11 11 13 10 11 12 12 نعمل تناقص نعمل تناقص نعمل تناقص نعمل تناقص نشتغل تسعة حشو عاليد 2-3-4-5-6-7-8-9 تناقص ولو نهاية الدار بيضل عندي 5 حشو 2-3-4-5 هلأ لم نتدار رقم 30 طبعا تدار رقم 29 انتهى معي في 47 غرزة تدار رقم 30 رح يكون عندي بليش رح ظليش ب 6 حشو حط الماركر بنظم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هاي ستة حشو تناقص تسعة حشو على اليد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تناقص اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تناقص ونهاية الدور بضل عندي اربعة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة وهذا الدور انتهى معي بثلاثة واربعين حشو هلا الدور رقم واحد وثلاثين هلا قبل ما نحط الماركر غرزة الماركر واللي بعدها رح نعملهم تناقص هيك تناقص وهلا قبلنا نحط الماركر يعني عملنا غرزة تناقص اول شيء بعدين ما نحط الماركر رح نعمل هلا خمسة حشو تناقص ست مرات واحد اثنين اثنين ثلاثة اربعة خمسة تناقص انا رح كفي لنهاية الدور خمسة حشو تناقص ورح احشي شوي برجع لكم هلا عندنا الدور رقم اثنين وثلاثين رح يكون اربعة حشو تناقص اربعة حشو تناقص وينتهى معي الدور بثلاثين غرزة انا رح اعملهم ولا الكاميرا اربعة حشو تناقص ست مرات نرجع هلا نكفي الجسم هلا الدور رقم ثلاثة وثلاثين رح يكون عندي ثلاثة حشو تناقص بس انا قبل ما حطيت سياخ للايدين لانو ما لقيت عندي سياخ فها بعتذر منكن بس رح حط دعامي للرأس انا عندي هيدا السيخ سميك كتير رح حطو دعامي بس للرقبة هيك هيك انا حطيت الدعامي هلا رح اعمل ثلاثة حشو تناقص اربع مرات وبينتهي هيدا الدور معي باربعة وعشرين غرزة رح اعملون انا ورا الكاميرا وارجع لكم هلا الدور رقم اربع وثلاثين رح نعمل فيه اثنين حشو تناقص وبينتهي معي الدور بثمانتعاش غرزة رح اعملون انا ورا الكاميرا وارجع لكم خلصنا هلا الصدر رح نعمل هلا الرقبة طبعا الرقبة هو البترون الرأس منفصل وصعب شوي يصوره والرأس متصل لانه كتير رح يصير قريبة من الكاميرا وما رح فيني اتحكم مزبوط وانا عم بشتغل هلا رح نعمل ادوار سابتين على 18 حشوب رح نشتغل تقريبا لعشر ادوار سابتين بعدين نحن رح نبدأ المقص نحن وصلنا هون لتنين حشو تناقص بعدين نعمل واحد حشو تناقص بعدين نعمل تناقص بكل الغراز ومنقفل لنوصل لهم طبعا بدنا نحشي هالمنطقة كتير منيح انا رح كفيا ان شاء الله ورا الكاميرا وان شاء الله الفيديو التاني رح يكون عن الرأس والملامح وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وان شاء الله يكون شرحي كويس اكيد لا ننسى انه هاي الورشة تابعة لسلف السياد بمجموعات الوابس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة